السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسينا النهاردة اخر درس معانا في المنج كل سنة الطيبين هناخد representing data by frequency curve هناخد تمثيل البيانات عن طريق المنحنة التكراري جايب لي هنا table بيقول لي The following table shows the number of hours which are spent by by 60 people to study their lessons يبقى ده يمسى لي عدد الساعات اللي بيذكرها 60 تلميذ يوميا هنا بيقول لي represent these data by the frequency curve اول حاجة بنعمل ال table ده اول column او العمود بنكتب فيه 6 رايكا number of people التلميذ هنزود عليه خانتين center of the set مركز المجموعة بنعمل زي مركز المجموعة اول حاجة اللower limit اللي هو 1 plus upper limit اللي هو 2 يعني المجموعة ده من 1 لغاية 2 من اللي عادي كان نعمل نعمل زي مركز المجموعة plus 2 3 2 1 1 ونص 2 plus 3 2 2 2 3 plus 4 2 3 4 5 5 simple 5 5 مع أول مرة 5 5 AUD الزيادة ونص النقطة اللي بتنسل المجموعة دي اول حاجة اللي هي مركز المجموعة والنين اللي هي الفريقونسي التكرار ليه احنا عملنا مركز المجموعة علشان المجموعة بتبدأ من 1 لغاية 2 مش هينفع اعملها على 1 ولا على 2 لازم نعملها في المنتصف في نص المجموعة وده اللي هو اللي هنلاقيه على الخط الافق اما النين ده على الخط الراسي اللي هو عادة الترميز هنا 2.5 13 3.5 18 4.5 12 5.5 8 الجدول ده ممكن تعملوه في الامتحان الموقع بتعملوش اهم حاجة تمثيل البيان بس محتاجة اعرف الموقع بتعملوش ازاي بنجيب مركز المجموعة ولو جايلي الموقع بتعملوش احدد الاولان والتاني الاولان ده السنتر بتاع الست وده الفريقونسي تعالى نمثل البيانات دي عن طريق الفريقونسي كيرف اول خطوة لازم نعمل خط افقي وخط رأسي اول صفة عندي هيكتب على الخط الافقي انا عندنا number of hours نكتب انا number of hours ونبدأ نكتب العناصر بتاعتي وان طبعا في الخط الافقي ما ببدأش من هنا بنبدأ من تاني خط يعني نسيب اول مربع ونبدأ نكتب تاني خط بعد كده two three four five six تلاحظ ان اكتب لي five two six في بعض المسالة اكتب لي five two مش اكتب لي six لازم انا ازود ايا من عندي لابا كده عملت الخط بالافقي الخط الرأسي ده ليه number of people's بس مش هننقل الاعداد انا بعمل ايه بامشي هنا ببتر بنامك معين انا لازم نبدأ من الزيرو وازود بone بتو بفايف بتان تبع حدد ازاي هنشوف اعلى رقم عندي ايتين لو اعلى رقم عندي صغير يا هنزود بone يا تون لو لقيت الاعداد عندي كبيرة يبقى ينزود بفايف يا تين وممكن نوصل لتوينتي في بعض الحلقة تعالوا نشوف هنا اعلى حاجة ايتين يبقى نمشي بone يا بتون بس قبل ما تكتب تعالوا نعد الخانات الاول هنشوف هنوصل لحد كاد zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve اخري اتين موصلتش للعدد ده يبقى نمشي بحاجة اكبر نمشي بتون الوان ما نفعش نمشي بتون بزيرو بتون كده وصلنا الاتين ممكن تكمل وممكن تقف عند الاتين ده اخر حاجة عندنا يبقى كده عملت الهورزينتل اكس وفيرتكال اكس المحور الافقي والمحور الرأس بعد كده هنمثل المجموعات زي ما احنا شايفين هي دي النقط اللي انا بمثلة بشوف الخط الافقي one point five يعني بين الone والtwo واطلع الخط الرأسي لحد nine يعني اول حاجة المجموعة الاولية من one لغاية two هنيجي في النص هنا بين الone وبين التو واطلع الخط الرأسي لغاية nine ما فيش هنا مجموعة الاولية ستجدها بين الeight والتاني في النص فنطلع هنا لغاية nine ونحطين point بعد كده بين التو والثري لغاية 13 هنا بعد كده التو والثري لغاية اتين 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 يبقى لازم تاخد بالك من الحاجات اللي اولها دلوقتي اثناء الحل الخط الافقي هو الصف الاولاني ولو كان جايب لك five two اخر مجموعة لازم بنزود لها عدد واحد بس الخط الرأسي ده بيكون باترن نمط باترن يعني نبدأ من الزير وامشي بone وتو لو كان الاعداد صغير اعداد كبيرة five وتن ممكن نمشي بtwenty بعض الحالات اللي هو الرسمة صغيرة في بعض الحاجات لو كان جايب لي three hundred و five hundred nine hundred ممكن امشي بone بس الاشهر one و two five وتن بعد كده هنيجي في النص المجموعة معماش البرينت على one او two لازم نعملها في نص المجموعة بعد كده اضبط البرينت كويس خادنا السنة اللي فاتت في جريت five frequency polygon كنا بنوصل النوع دي بيه المسطرة اما للسنة دي frequency curve هنعمل منحنة المنحنة ده شرط اساسي فيه ما يكونش عندي اي زواج لازم يبقى بالشكل ده وياخد انحناءات علشان ترسم المنحنة كويس لازم تحدد لي القمة بتاعته ان المنحنة بتاعي يطلع كده ويلف كده ويزكد القمة بتاعته ايبقى انا ماشي كده امشي عادي امر بالنقط اول مقرب من عند القمة جلافف كده علشان يعملي انحناء من فوق ايبقى امشي من تحت كده ويلف لحد موصل النقط كله طبعا با ايدي مفعش نستخدم المسطرة ومفعش ان انت بتعمل تجي عاملي زاوية فوق يبدأ مش كيرف مسألة تانية جاب لي table طالب منه سؤالين سؤال التاني ومن ثم سؤال تاني كيف هو تاني برسولتو الالاة التي تفعلتك بالنصر نريد عدد التلميذ الذين جابوا اقل من 40 Teeble ده بمسكة 100 تلميذ في انتحان الماث 15 تلميذ جابين من 20 غير 30 30 تلميذ من 30 غير كافي انا عايز اعرف كام واحد جاب اقل من الفورت لما يجيلك سؤال بالشكل ده اول حاجة العدد ده سوف اعمل لي جنبيه خط بعدك هتشوف لو جايب لك ليز زين هناخد الاعداد اللي تحت نجمعه اما لو قال لي مور هناخد الارقام اللي بعديه ونجمعه الاجدعوة بالتودا انا قال لي ليز زين يبقى نجمع 15 plus 30 equals 45 students يبقى دي عدد التلميذ اللي جابوا اقل من 40 درجة تعالي نرسم الفرقونسي كيرث اول حاجة نسيب المربع ده نحط هنا بوينت ونعمل خط افقي وخط رأس الخط الافقي هنكتب عليه ماركس هنكتب العدد دي زي ما هي 20 30 40 50 تلاحظ هنا اعمل لي شرطة ومش كي يبدو العدد بعدها هنكتب هنا 60 بس نعمل هنا pattern نبدأ من 0 ألاحظ اكبر عدد عندي 40 عدد هنا كبيره يمكن نمشى في 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 30 30 31 33 34 هنا في نص المجموعة. يعني هنا من 20 إلى 30 نعمل 15. في نص المجموعة الغايد 15. نجد عملنا point. بعد كده 30 40 وهنا 15. هنا القمة بتاعتي نقوم بتاعتي الكيرف. هنمشي كده. ونجي عند القمة نلف. بحيث ان يديلي شكل المنحن. كويسشن نمبر 3. هنا مديلي table بمثلي daily income 40 40 شخص. هنا مديلي 10 22 x2 تبعا عارفين ان x ده حاجة مجهولة بالنسبة لي. انا عايز قيمة x. انا كل مرة بنزيد بتاني يعني 10 plus 10 20 20 plus 10 30 بx equals 30. تحت مديلي الفريقونسي معده y بعمل ازاي. علشان نجيب y بعمل بال total minus ونجمع ده كل 9 و11 20. وهنا 13 تبقى 33. نعملها منس لعلي 7. يبقى y 7 وx 30. نمبر بي عايز المجموعة اللي ليها اكبر تكرار. هنا 11 مجموعة اللي من 30 to 40. المجموعة اللي ليها اكتر تكرار عندي في التابل ده. عدد اللي بيحصل على 30 جنيه او اكتر. يبقى نحط خط عن 30 هنا. اند مور يبقى نجمع. دولة كده. طبعا ما ليش دعوا بال total معي. بل اجمع 11 و9 و7 هي ديني 27 اخر حاجة عايزين Frequency Curve. هنا طبعا دي 30 وهنا 7. اول خطوة عندي المحور القفق والمحور الرأسي. بعد كده المجموعات. انا زودت بعد ال 50 رقم واحد بس لغاية 60. هنمشي هنا ب Better. همشي ب One. ونكتب Frequency. نبدأ لمثل النقط. 5. 8. 11. 9. واخر حاجة 7. بعد كده اوصل اوصل النقط بايدي. وكده خلصنا مناج 6 تدائي. الترم الاولاني. نراجع كويس من مناج ونحل الانتحانات والنمازج بحيث نفتكر كل فكرة وكل درس ايه بالافكار الرأسية بتاعته. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء مع الترم التاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.